السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحل مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم الاخوان سنتحدث عن شنقريحة شنقريحة لم ينجح في تسميم العلاقات المغربية الجزائرية و اعتبر هذا الشعب الجزائري خيانا بالنسبة له كذلك سنرى كيف شعب المجيد الرئيس الجزائري يورط الرئيس دي بيرو و اليوم ره رهن الاعتقال كذلك سنرى كيف امريكا امريكا تتنبأ بفوز المنتخب المغربي بكأس العالم بقى معي الاخوان ترى التفاصيل ديال هاد المواضيع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب خصوصا ان القناة تعرف سقطة غير مسبوقة لهذا الاخوان المتابعي الكرام ما تنسوش انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك تشتركوا معنا في القناة و دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله قد ندخلوا صورة بالموضوع أنا والله مصدوم صدمة لا توصف يعني صدمة كبيرة جدا او بالاحرام ما اني مصدق يعني لو ما شفت الخبر بعيني وشفت الصورة بعيني ما رح صدق معقول في قناة تلفزيونية عربية تورد خبر فوز المغرب التاريخي وتأهله الى ربع نهائي كأس العالم بهذا الاسلوب القذر بهذا الاسلوب التافه الرخيص انه منتخب اسبانيا يضيع ثلاث ضربات جزاء ويقصى من ثمن النهائي يعني استحسفوا واستخسروا واستكثروا انه بيكتبوا انه المغرب فاز على اسبانيا ايش هالكروه هذا ايش هالحقد بس اللي يعرف حكام هذا البلد اكيد ما رح يعتب على اعلام هذا البلد البلد اللي يحكمه العسكر واللي يحكمه قائد عسكري ديكتاتور طاغية يأيد المجرمين والطغاة اكيد رح يطلع مع الاعلام تبعه حقد على المغرب وعلى كل البلدان العربية الف مبروك مليون مبروك لاشقائنا المغرب والف مبروك لكل العرب بهذا الانجاز المغربي التاريخ سابقة تاريخية اليوم الاخوان لاسكر يخرج للشارع باش يقمع الشعب الجزائري علاش باش ما يفرحوش مع المغربه هذا الشي عمره موقع كانوا يخرجوا يقمعوا الحراك يخرجوا بسبب المظاهرات لكن هذا الشي عمره موقع والاكتر من ذلك الاخوان الى تم القبض عليهم او اللي تم شارك مع المغربة الفوز المنتخب المغربي فهدو كيتهمهم بالخيانة يعني خانوا الجزائر العالم كامل كيحتافل بهذا الفوز الا هذا الدولة حتى امريكا الاخوان قنوات امريكية كيتنبأوا كقلوب اللي المغرب بدخل التاريخ بفوزه على اسبانيا كذلك قناة امريكية كتقلب لأسود الاطلس هي اول دولة عربية كتتأهل لربع ديال مونديال في تاريخ الكرة العربية الكل كيف تخرب الانجاز المغربي والانجاز المنتخب المغربي الا الجيران لكي منعوا الفرح ولكن شنقرحها رغم الملايير اللي اخسر لتسميم العلاقات ما بالمغرب والجزائر كتجي مقابلة واحدة كتسمسح كل شي وكتمحي كل شي شكرا لخوتنا الجزائريين اللي فرحوا معنا ولي فرحوا المنتخب المغربي العربي شكرا لهم جزيلا احنا ديما خاوة خاوة الرئيس ديال بيرو كنا هدرنا في واحد الحلقة على هذا الرئيس ديال بيرو وقلنا غادي يجيب الربحة من اللي كان طلب من المغرب الرشوة باش يسحب الاعتراف ديالهم بالبوليزاريو وبطبيعة الحال المغرب لا يحب الابتزاز والمغرب ارفض رئيس البيرو اللي كان بغي يبتز المغرب واللي قلنا الله يجيبها ليه وفعلا جاب الربحة خبر مفرح اليوم ينضفي الى الاخبار المفرحة اللي كيعرفها العالم العربي ولي كيعرفها المغرب وكما خلاها الرقراجي غير ديره النية ودرنا النية واليوم كانت النتيجة مفرحة اعتقال رئيس البيرو بسبب عبد المجيد من الرئيس اللي في سنة واحدة او في 18 الشهر اللي غير ثلاثة ديال المرات الحكومة من بعد ما الرئيس ديال بيرو التصل مع المملكة المغربية وبتز المملكة المغربية وقالب اللي بغي رشوة باش يسحب الاعتراف دياله بالبوليزاريو وبطبيعة الحاج كما قلنا المغرب الرفض غدي يخرج هاد الرئيس الفاسد مورا الوزارة يتصل بالكابرانات يقول لهم شح البغيتو باش احنا ينرجعون اعترفوا بالبوليزاريو بالجبهة الوهمية بطبيعة الحال يعني هاد الشي هو اللي كيعجب الكابرانات بطبيعة الحال جزائر ووافقات وصفتات المبلغ اللي طلب الرئيس ديال بيرو بالنسبة للرئيس البيرو ره ما عرش بلي طريق ديال عبد المجيد ترقك حلا اللي احتيت ضيه في يد الكابرانات ره ما عمره مايربح اليوم توهم خطيرة على بيدرو كاسيو هو وافراد العائلة دياله وحتى المساعدين دياله توهمة الاولى هي الخيانة العظمى والسبب هو القبض على هاد الرئيس اللي هو بيدرو كاسيو في الرشوة يعني قبض عليه وهو متلبس بالرشوة وكذلك المغرب هو اللي وصلوا له هاد اللحظة انا علاش الاخيوان وزير الخارجية ديال بيرو كان تكلم مع السيد ناصر بوريطا وزير الخارجية الموريبي اعطاه الكلمة وهذا مشام المورا وزير الخارجية ديال بيرو تكلم مع الجزائر وشد الرشوة يعني شد شيكات وفي التالي هذه هي النتيجة تم بالقبض عليه علاش لان المغرب مسكتش له الصفارة المغربية هي اللي صربت هاد الهضراء صربتها يعني في البيرو وفي المعارضة كذلك وبدأت المعارضة كتقلب على الضواصة ديال هاد الرئيس الفاسد الضواصة المسخين كذلك المخابرات ديال بيرو قلبت لقات هاد الرئيس دير كوارد وراء الدولة وبالتالي اكتشفوا عليه اعمال مشبوهة اكتشفوا عليه الفساد حسابات بنكية خارج البيرو والاكتر من ذلك اكتشفوا الفلوس اللي تفطت له او اللي احطت له دولة الجزائر في البنك الخارجي او الابلق الخارجية باش يعترف بجمهورية الوهم وبالتالي ها هو الرئيس ديال بيرو بيدرو كاستيو ها هو جبها فرسو وجر محطة العائلة ديالو وجر محطة المساعدين ديالو و دي ما كنقولو احنا يارا احنا المملكة المغربية الشريفة احنا يارا شرفة واللي عدينا اتعادا واللي احطيه في الكابرانات را عمرو مايربح نفس الشيء راه واقع لرئيس جنوب افريقيا اللي اليوم رافكة وارث اليوم المشاكل كيطحوا عليه بحل شتا مليح طديه مع الكابرانات و ها هي النتيجة مهم اخواني اخواتي هذا هو المواضع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة و ما تنسوش الاخوان انكم دعموا هذه القناة لانها كتتعرض لسقطة غير مسبوقة فتحية لكم كبيرة و دائما تحت شعار الله الوطن الملك و الصحراء مغربية الصحراء في مغربية و المغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله عاش جلالة الملك الملك منتصرا على سفاهة الأعداء عاش الشعب ملتفا حول العرش عاش الوطن حرا أبيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بمالكنا و نعود و نقول لا تراجع ولا تصالح فالمجد و الخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو أن نموت و نحن نحوي سننصر الله و ينصرنا فلا غالب إلا هو وأمتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر و الخلود لمملكتنا المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر